من بعد بكانت المطالبة هي أقل بأعدام المتورطين بقتل شهداء الجيش اللبناني وتعذر ذلك أتى التعليق عن لسان ذوي الدم عدالة الأرض سبقت عدالة السماء أزمة قلبية أنهت حياة الإرهاب السجين عمر حسن حميد بسجن رومي فمن هو؟ حميد من بلدة عرسالب يبلغ من العمر 37 عام ويعد من بين المطلوبين والمشاركين الرئيسيين بالاعتداء على دورية تابعة للجيش اللبناني مما أدى إلى استشهاد الرائد بالجيش اللبناني بيار بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان عند أطراف بلدة عرسال البقاعية بشباط 2013 بالعام 2017 أي بعد أربع سنوات على الكمين تم توقيف حميد بعرسال علما أنه الأخير كرر فعلته بحق الجيش وأثناء عملية الدهم شهر سلاحه باتجاه عناصر القوة المداهمة وحصل اشتباك بين الطرفين مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة وقد تم نقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة وحكم عليه بعقوبة الأعدام بعد وفاة حميد يوم السبت الفائت أصدر سجناء المبنى بيب السجن روم يبيان اعتبروا فيه أنه وفاة الأخ السجين عمر حميد جاءت نتيجة التقصير والإهمال حيث تأخر الطبيب المناوب بالحضور إلى المبنى للقيام بما يلزم مما أدى إلى وفاته وأوضحوا بأنه لم يتم اختطاف أي عنصر من قوى الأمن الداخل بتاتا وهيدي شائعة تم فبراكتالة تغطية على تقصير القائمين على الطبابة بسجن رومي والتأخر بتقديم الإسعافات الطبية لإله مما دفع برفاقه إلى تحرك عفوي بباحة المبنى بيب هي رواية السجناء نقاضطة مصادر أمنية متابعة حيث أكدت للأوتيفي بأنه حميد توفي بالمستشفى وليس بالسجن في التفاصيل المصادر أكدت بأنه السجين حميد أصيب بدبحة قلبية نحو الساعة 5 من عصر يوم السبت وعلى الفور تم استدعاء طبيب السجن يلي حضر وعينه وأمر بنقله إلى المستشفى وأكدت المصادر بأنه سيارة الإسعاف نقلت على وجه السرعة السجين إلى مستشفى ظهر الباشق الحكومة يلي بتبعد عن السجن مسافة لا تزيد على 3 دقايق وخلال تقديم الإسعافات لإله بقسم الطوارئ فرق الحياة داخل المستشفى وشددت المصادر على عدم حصول أي إهمال أو تأخير تسبب بالوفاة وفي حين أوضحت المصادر بأنه أي حادث داخل سجن رومية بتم استغلاله من أجل تجديد المطالبة بالعفو العام أعلم بأنه النيابة العامة التمييزية أوعزت بفتح تحقيق سريع والتثبت مما إذا خضع المتوفى لمعينة طبية أم أنه هناك تقصيراً أدى إلى الوفاة